اهلين اليوم سويت معكم ثلاث حمسات لذيذة لكم بعد الفطور او العشاء اتمنى تعجبكم بالبداية راح اسوي حمسة الجبن راح احط زيت زيتون احمس مع البصل وشوي من صلصة الطماط واضفت طماط والجبن الكريمي اللي هو جبن المربعات البهارات عبارة عن كزبرة و بابريكا و فلفل اسود واخر شي اضفت الفلفل البارد الملون و بس بكذا حمستنا صار بجهزة النوع الثاني اللي هو زيت زيتون و جبن حلوم مع الطماطم والفلفل والزيتون والكزبرة واخر شي حطيت دبس الرمان و بس حشوتنا او حمستنا صار جاهزة اما الحمسة الثالثة فهي عبارة عن ماشروم بصل الطماط وحطيت الماشروم والبهارات واخر شي اضفت شوي دبس رمان و كده صارت جاهزة قدمتها مع الخبز و الصامولي جربوها وارسلوا لي تطبيقاتكم و عليكم بألف عافية